اشتركوا في القناة والجيش لا قبل لأهل مكة على قتاله وأتوا معهم حتى يخيفوا أهل مكة بالفيانة وأرادوا حدم بيت الله سبحانه وتعالى خرج أهل مكة ولاحقوا بالجبال وانتظروا ماذا يصنع الله سبحانه وتعالى بهؤلاء وإن للبيت ربا يحميه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني هذا الجيش الذين خرجوا لهدم بيت الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ما استطاعوا أن يهدموا هذا البيت إذا وجهوا الفيل إلى جهة مكة الكعبة يقف وإذا وجهوا إلى جهة اليمن يمشي وأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم طير متفرقين أبابين ترميهم بحجارة من طين محروق إذا دخل الحجر نصر الله عليه السلام من دماغه يخرج من دبري فجعلهم الله سبحانه وتعالى كزرع الذي يؤكل من البهائم ويصبح يعني منتشر فجعلهم كعصف مأكول وماتوا وقتلوا كلهم لمقى منهم أحد وهذا في أن في هذا العام في عام الفيل ولد النبي عليه الصلاة والسلام أراد الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتجه الناس إلى قريش ويعرفوا قيمة هذا البيت ويعظموا بيت الله سبحانه وتعالى الحرام هذا الأمور تهيئة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا العام دافع الله سبحانه وتعالى عن بيته ما أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه إما إضافة أوصاف أو إضافة أعيان إضافة الأعيان هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه ناقة الله وسقياها إن أرضي واسعة بيت الله وطهر بيتي وروح منه عيسى عليه الصلاة والسلام روح من الأرواح التي خلق الله وإضافة لنفسه تشريفا القسم الثاني إضافة أوصاف وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف سبحانه وتعالى وهذه من صفات الله غير مخلوقة قال وكلمته إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني لما خلقت بيدي السميع البصير العزيز الحكيم الرحيم صفات الله سبحانه وتعالى هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف فهذه غير مخلوقة فهيئ الله سبحانه وتعالى لبعثة هذا النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن ينتبه الناس إلى هذا البيت أنه بيت معظم وهو بيت الله سبحانه وتعالى ودافع الله سبحانه وتعالى عنه ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام